أهلا بكم انطلق قبل قليل الموسم الكروي الأردني بلقاء الوحدات والأهل بمباراة كأس الكؤوس والتي تقام على استاذ عمان الدولي ويتطلع الوحدات حامل لقب الدوري في الموسم الماضي إلى انتزاع لقب كأس الكؤوس للمرة الثالثة عشر في تاريخه تحت قيادة فنية جديدة للعراقي عدنان حمد فيما يبحث الأهل المتوج بكأس الأردن لدخول سجل أبطال كأس الكؤوس للمرة الأولى معولا على الاستقرار الفني تحت إشراف السوري ماهر البحري وعلى صعيد المنتخب الوطني عاد مدرب النشامة عبدالله أبو زمع إلى عمان فجر أمس الخميس بعد اختتامه لدورة التعايش التي خضع لها في إسبانيا واستمرت لمدة أحد عشر يوما وأجرت دورة التعايش التي شارك فيها أبو زمع في نادي بلد الوليد الإسباني اجتملت على متابعة تفاصيل تحضيرات الفريق وألية التدريب والكثير من الأمور المتعلقة بكيفية التعامل مع اللاعبين كما اطلع أبو زمع خلال هذه الدورة على ألية العمل في أكاديميات نادي ريال مدريد هذا وينتظر أن يغادر أبو زمع قريبا إلى إنجلترا لخوض دورة تعايشا أخرى في إطار الحرص على تطوير قدورته برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات انطلقت اليوم على حلبة سوفيكس في ماركة فعاليات سباق لدريفت الرابع الجولة قبل الأخيرة من بطولة سباقات لدريفت لعام 2016 وانطلق السباق بمشاركة 63 متسابقا أردنيا وعربيا في أجواء حماسية وتنافسية بحضور المئات من المشجعين وما زالت فعاليات السباق مستمرة في جولتها الأخيرة حيث تأهل للمرحلة النهائية عشرة متسابقين أبرزهم عمر الكخن وعثمان التكريتي وهيشام براغيتي ورأفة هارون يواصل نادي برشلونة الإسباني استعدادته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني لويس أنريكي في اليوم الرابع من المعسكر التدريبي للنادي على ملعب سين جورج بارك في إنجلترا وكثف النادي الكتالوني تحضيرته لمباراة يوم غد السبت ضد سلتكي جلاسكول سكوتلندي ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال وهي المواجهة التي يستهل بها أبطال الثنائية سلسلة المباريات الإعدادية في الطريق لبدء الموسم الجديد ظهر النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين لوسائل الإعلام في حفل تقديم نادي يوفنتوس الإيطالي بعد تعاقد معه من فريق نابولي مقابل صفقة تاريخية بلغت 94 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الكرة الإيطالية وأتحدث هيجوين في المؤتمر الصحفي عن أن قراره بالانضمام لفريق يوفنتوس يعود لشعوره بأنه الخيار الأفضل له كونه يمتلك عقلية الفوز في جميع المباريات والتتويج بالألقاب وأضاف هداف الدور الإيطالي للموسم السابق أن اليوفي لديه العديد من اللاعبين الرائعين وأنه يعتمد على اللاعب الجماعي أكثر من الفردي بينما يسعى هو لإثبات جدارته والفوز بالعديد من الألقاب مشيرا إلى رغبته في تحقيق ثنائية عظيمة مع باولو دي بالا لتقديم الأفضل حقق منشستر سيتي الإنجليزي الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بركالات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مواجهات كأس الأبطال الدولية الودية على ملعب شنزن في الصين وأفتتح الأرجنتيني سيرجيو أكويرو التسجيل للسيتي في الدقيقة 79 فيما أدرك الأمريكي كريستيان بوليستش التعادل لدورتموند في الدقيقة 96 وفي ركلات الترجيح أضاع كل من الإسباني أليكس جارسيا ورحيم ستيرلينغ من جانب منشستر سيتي فيما أضاع كل من فيلكس باسلاك والدنماركي جايكوب لارسن والإسباني ميكيل ميرينو من جانب الفريق الألماني تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى دور الثمانية لبطولة تورينتو للتنس للرجال بعد تغلبه على تشيكي رادي كستيبانك وتخطت جوكوفيتش منافسه تشيكي بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-4 ويعتبر المصنف الأول عالميا الوحيد من بين الأربع الكبار الذي يلعب في البطولة مع غياب أندي موراي الفائز باللقب في العام الماضي وروجر فدرر ورفايل نادال عن هذه البطولة جمع ستنمت جوكوفيتش